هلا اذا بتطلعوا هاي بعد ما عملنا جنيريشن الها بالمونتي كارو سيميليشن راح نشوف بعدين راح فرج لكم بعدين كيف ربناها جنيريشن اللي صار هون انه هذا الوقت خليناه راندوم ليروح على اماكن مختلفة كل ما راح على مكان معين راح تطلع معاه نقطة راح استعمل الفوررد كينماتيكس الفوررد كينماتيكس سرح يعطيني راح عامل راندومي جنيريشن لثيتا وان وثيتا تو وثيتا ثري وثيتا فور ثيتا فايف وثيتا سيكس راح يروح على مكان معين المكان اللي بطلع معاه راح استخدم الفوررد كينماتيكس يعطين البوزيشن طبعا النقطة للأسف انا هون صعب افرجي بس لو بدي اعمل مصبوط كان راح اخذ النقطة مع سهم ورح تفرجيني وين هاي النقطة تبعتها بعدين راح اروض مرة تانية اعمل راندوم جنيريشن للجونت سبيس من ثيتا وان لثيتا سيكس وخلي روح على النقطة هاي ولما يروح على النقطة هاي راح تخليه يعمل نقطة هناك يعملها البروتين وراح اضل الأعيد العملية هاي عدد كبير شدة مرات شو بدي يطلع معي ايش زي كلاو بذلكم تسموه كلاو هاي النقاط كلها اللي موجودة بتمثل الورك سبيس تبعه الورك سبيس هذا تبعه كله مجموعة نقاط لكن ازا احنا اطلعنا عليهم ازا هلا تطلعوا على هذا الورك سبيس راح تلاوه انه فيه فراغات في داخله وهذا مهم راح الوفه هيك بهذا الشكل ايش بدأ يبين معي شايفين المنطقة هادي هون كيف انها فاضية ومنطقا انا بقدرش ادخل لها هاي صعب يعني ما في زاوية معينة اخلي الروبوتيك ارمي تلف بحيث انها تعطيني اوريينتيشن فهاي المنطقة فيها ضعف لا لا فيها ضعف ما بدرش يوصله اصلا اوكي هادي المنطقة هون صعب انه اصلا نعم لو زدت ممكن بس احنا محدودين بجوينت محددة راح افرجيكم شهي الجوينت احنا محدودين فيها احنا انا امي اذكروا ناقص خمسة اربعين زائد ميتين وخمسة وعشرين معناها انا عمالي بقول ما بدر ينزل هو اكتر من خمسة واربعين درجة خلاص وبضرش يرجع اكتر من خمسة واربعين زائد مية وتمانين بضرش يرجع لهنا فهو محدود كمان حتى في نقاط اطلع في نقاط كثيفة وفي نقاط خفيفة ايش يعني يعني فيه اكتر بكتير هون هلا لسه هون ما حكناش غير عن ايش اللي ناقص من هون من الرسم هاي انا ما بكفي نقول والله انا بقدر اوصل النقطة هاي بس بعدين انا محدود بالاورينتيشن واكيد على فكرة على سطح القرى هاي كمان هو محدود بالاورينتيشن واحد بيضر يجيبه لو قلتلك ايدك راحب ما توصل هون بس بدي كمان انه ايدك بتكون راجع هيك ما بتضبط راح تقول لي في الشغل ما راحب بقدر حقك هون التعبير اللي نستعمله هو ايش بالعربي يمكن مهارة ما عرفت اذا احسن كلمة هي مهارة احنا نقول هذا شخص ماهر بيديه بيضر يمسك وبيضر يمسك بيضر يمسك هاي الدكستريتي واذا كنتم مثلا شفتوا حد لا سمح الله صار معا جلطة بجلطة بالدماء فيهم هم بيخسر الدكستريتي اللي موجودة فبصير حقا الطبيق يقول له يمسك الهاي مش قادر يركز مش قادر يمسك في مكان معين ها فاحنا بنقول للروبوت هذا في المنطقة هاي دكسترس يعني بيقدر يجيب مختلفة لكنه هو هو ضعيف جدا في المنطقة هاي وضعيف جدا في المنطقة هذي حتى مهون معدول مهون ما بدر يوصل للمنطقة هاي ده موجودة حوالي الكرة فاهمين اوكي وعادة راح نعمل هلأ سكشن راح تشوفه في الديتاشيتس نعمل سكشن هون ومنطلع ازا عملنا سكشن بهاي هون وبطلعنا هاي عليها راح تشوف مثلا اشي بشبه مثلا فرضا زي هاي اللي هو بكون هذا لما عملنا سكشن هذا بكون هون انه هو بتغيير ثيتا تو ثيتا ثري وبثبت ثيتا وان لما بعمل سكشن تأني بثبت ثيتا وان وبغير ثيتا ثيتا ثري فبيظهر لي انو المنطقة هاي بقدر يوصلها بلاحظين عن ثيتا تو ثيتا ثري ثيتا ثري عمانو ببين من هون وازا دخلت حد ديتاشيت للروبوت راح تشوف هادا الشكل وازا طلعت عليه من فوق راح اشوف هاي المنطقة وحتى هاي المنطقة المفروض كمان محدودة كمان بزاوي معين ازان هان ساعدني باستعمال طريقة اسمها البونتكارلو سيميليشن راح احكي عنها انو اخلي بس عندي ناقص هنا في نقص في الورينتيشن انا فرجيت الوزيشن بس ما فرجيت الورينتيشن هلا انا مش متأكد ليش هادا طلع لهم الوان مختلفة هلا راح نشوف البرنامج اللي راح افرجيكم يا الان